حذر النايب الأول لرئيس مجلس سيادة الانتقالي محمد حمدان دقل وقائد قوات الدعم السريع من الفتن وتصفية الحسابات وعشار لدى مخاطبته ضباطة وضباط صفي وجنود الدعم السريع بمعسكر النصور غربي أم درمان عقب صلاة العيد إلى وجود مخطط مدروس للاقتتال وأجندة داخلية ترفض السلام وضافة في الماضي كنا نسمع بالأجندة الخارجية الرافضة للسلام ولكن الآن المجتمع الدولي كله يريد السلام بينما هناك بالداخل من لا يريد تحقيق السلام لأسباب خاصة وأشار في هذا الخصوص إلى تصاعد الفتن والنزاعات القبلية في دارفور وجنوب كردفان والشرق لأسباب مصطنعة وشدد الدقل على أهمية تحقيق السلام وتقديم تنازلات ودع الشعب السوداني بجميع مكوناته وخاصة الشباب إلى الترابط والتعضد وأشار إلى مضي 16 شهرا على التغيير وما زال الوضع بحاجة إلى التكاتف ترجمة نانسي قنقر